ما هي مشكلتك مع زوبير باية؟ في حيوار سابق في الشروق أعطي ما لك لا تفقى فيها في اليدواء؟ لا جميع ممكن نحكيه كيكة أما زوبير من العباد اللي دفعت علي وحبتني أن يمشي ودايور نهار كله هو بالتليفون مع الوالد ما نعليش قال كيكة؟ ما عرش شفت ونتصورك التليفيو ما نحبش نحكي عليه خطر زوبير من الكبارات عن نجم جوار كبير وعطاها والعباد كل تحبه ما نحبش نحكي عليه بشكل داخل كيكة نحترمه ونعزه حتى كي نحكي عليه بالخائب قابلها منه أما ساعات هو تصريحه قليلا المرة ينزل على ذلك المرة يجبت قليلا كل مرة يفهمت فهمت حكيته قليلا نعم جميعا أنا عمري حكيته معه ما عندي مشكلة معه بي نحكي عن تصريحات أني السلت ونحكي عن أصحابي لكن هو يحكي عليكم قالت سرقت في الفيستين جميعا جميعا رأيته الدكارات المتابعة في القناة الليبية نحن رأيته وصارت له برشة مشكلة صارت له جمهور يسب فيه بالفصان بتاع كدافي صارت له أنه تقلق في سوسا بالكدافي كيخرج بعد تليتوال لحققه منه عام يونت لذة سنين تسال فيه بريو تخفي الفلوس منه ورسلت له صحيح فهو تقلق برشة في سوسا حاب يخرج يخرج حاب يعمل كديك للاسيما سواديزان سرقوني لا تخلف أصحاب لماذا لم تقلق سرقوني من الأول لماذا لم تقلق سرقوني من الأول مم معنى هو كي تسرق لماذا لم تقلق سرق قال حكيت مع ياسين الشيخخاوي لا تقلق برشة في بريو صحيح لم تقلق برشة أيضا لم تقلق برشة لا تقلق برشة وقال سرقوني ودرجنا وقلت اليسين ويسين قال يتنشوف سرقوا له خبسين دولار قال هكذا ماذا لم تقلق برشة ماذا علاقة بخالي بقربي صح بخالي لم تقلق برشة في سوسا وقلت نحن في سوسا نعم نعم هو في الكلوب قلقني لم تقلق برشة ويضرب وهو ننجس في الهوية وتكلها وعملها وشدم الشعر فهمت ستيلوه 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 كان عندك شوية تكنيكاري هنا ستيلوه ستيلوه لم تقلق برشة لم تقلق برشة نعم طلبني في التاليفون نعم نعم يقول انتظروا ترجمة نانسي قنقرج قد رحل رمكس